عندنا خبر أعتقد أنه خبر صار جدا لكل جماهير النادي الأهلي ومشاهدي القناة اللي بنعتز بيوم جميعا هو تلقي قناة النادي الأهلي جائزة يوتيوب بعد تخطي العدد للمليون مشترك تخطي حاجز المليون مشترك لرواد قناة النادي الأهلي على يوتيوب وده خبر بيساعدنا جميعا وطبعا بيكل الجهود فريق العمل وإدارة القناة وكل القائمين على التنصيق من أجل أن يخرج العمل بأفضل شكل ممكن ورسالة الإعلامية دائما أبدا نتمنىها تكون قادرة على أن تنال رضا حضراتك وتكون على مستوى تطلعات جماهير النادي الأهلي وتكون أيضا بتحمل قيم ومبادئ وتتفق مع طموحات وتطلعات النادي الأهلي والمستوى اللي اعتاد على تقديمه للناس منذ أن انطلقت رسالته الإعلامية مع انطلاق حتى مرحلة البث التجريبي للقناة قبل انطلاق البث الفعلي للقناة مرة ثانية بيتخطى حاجز طبعا رواد قناة النادي الأهلي على يوتيوب حاجز المليون أو عدد المليون مشترك وان شاء الله المزيد من النجاحات لكل المؤسسات اللي بترتبط بالنادي الأهلي وبتمثل جزء من البيت الكبير عائلة الأهلي طبعا بنشوف مع حضراتك بعض اللقاطات على الشاشة وهذه الأخبار والتأكيدات من يوتيوب على تخطي حاجز المليون مشترك وده يعني أعتقد أنه كمان بيضع علينا مسؤوليات أكبر وعبئة أكبر على كل القائمين على إدارة القناة والتنصيخ مع مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال الفترة المقبلة ووعد كان حصل عليه الجميع كل جماهير وعشاق النادي الأهلي وأعضاء الجماعية العمومية بأن هناك سعي دائم وتنصيخ بين الإدارتين إدارة النادي وإدارة القناة وشركة الأهلي لإنتاج الإعلامي من أجل الوصول لأفضل مستوى ممكن بالتنصيق أيضا مع كل القائمين على إدارة العمل الإعلامي الخاص بقناة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية سواء كنا نتكلم عن الشريك الحالي شركة البرزنتيشن أو كل الأطراف المعنية بالعمل وعلى وضع وتصميم والتصور الخاص بهذه الرسالة وكيفية تعظيمها وتطويرها في الفترة الجاية إن شاء الله عشان تكون على مستوى تطلعات حضراتكم